اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هم كانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات تعجيزا وعنادا وقد تكرر ذلك منهم مرارا في اوقات مختلفة فمن ذلك انهم اجتمعوا مرة في المسجد الحرام واستشاروا بينهم ثم ارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان اشرف قومك قد اجتمعوا ليكلموك اجتمعوا للمشركين كلهم وقرر رسول صلى الله عليه وسلم اياتنا طلب منه اياتنا يتعجيز وانا يناد ولي اندبيلو واتقصوا وتفاكروا وديبا مسجد اجتمعام علو وشاورو شورت ودو قومات ودو ماقرح ودو انجيهم وديبا النبي صلى الله عليه وسلم لأكو وحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريسا على رشدهم غاية الحرص كما قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف فقد جاءهم سريعا يرجو اسلامهم فقالوا انك تخبرنا ان الرسل كانت لهم آيات كانت لموسى عصى ولثمود الناقة وكان عيسى يحيي الموتى فآتنا بآية كما ارسل الاولون اللي هيني كبينة اعجازت اللي قولها اللو نبي صلى الله عليه وسلم حقا لأوكو متقلو مرة لووق على وشقف على قلو فتا على قلو قلو قل الاسلمو وندأ سرعب بقيد نجرب قامت ايوم بقيد بقيد طوما يا بيلو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت خبر تمت لقنا لك اخبار تمت لقنا لك وحي تمت لك وتبل ديبا قرآن وديبا اخبارك انبياء آيات على تقلو وقل موسى عليه السلام مورا على تقلو مسلس حراء ناي فرعون للا اكيوم لطعام لأوبا عصى موسى اللا كان يكو قلنا تهجل ديبا ديكوني مورا تناي نبي الله موسى اقل لأراويت وقل لمقال لأسحارة فرعون لعنطا يامل لقال حد إلقصد هاللو كبه لو قل نبي الله موسى عصى على تقل نبي الله موسى طبعا يعني التوراة كتاب دي بكروي على وكمسل يهوما قل ثمود ناقة قوم السعليح قوم السيدنا سعليح قلن ثمود لهم لنقات على تقلهم لنقات كفا عقراء وكفا حصلا إلا قصد هاللو كمسل يهو كان عيسى يحيي كمسل يوما نبي الله عيسى المياه اللي حقيق الله إنسان اللي ميت الحقيقي على قدرتنا يا رب العالمين إلا ديبا إلا آيات إلا عمدكا قلنا انتهي يعني آيات قلنا آياتك آياتك آيات كمسل رسول الأولين لما تقوم لحلو كمسل اللهم آيات أريئينا اللي أولا لو نوع من إعجاز أنتو قل النبي صلى الله عليه وسلم قل يعني قل لبينا قلوا نهتم وقل تأقدوا زيادة وإعجاز أنتو قلوا الدولة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ربي من الأكتو وربو إجوجوتو لآيات لتجاوب بهمتو فاقترحوا عليه صلى الله عليه وسلم إن يجعل لهم الصف الصفة ذهبا الصفة دبرتو وشتو دي مسعاتو من الصفة والمروة دي بلد مكانها لا دا أي ساعة الإنسان المرات لو أدحي لو أدد للأيو دي بأسفة لأسفة كل ذهب دي قلنا بيلو أو يسير عنهم أو كمان لأدبر أدهيرا لبيلو أو يسير عنهم أو يسير عنهم الجبال ويبسط لهم الأرض لأدبر ندبر الكيكا كمان يعني لأمدر كله قادم لديو فا برور لقب واللي بيلو ويجري فيها الأنهار ونهار ونهار تولي يجيديبا أنهار طبعا لم يلاقيس أبوتو أكان ما يتو نهار انتم تأمركم كمسار البحار كمسار القلي اللي لم يلاقيس أبوتو الأنهار ومجارينا أنهار محادات وحليل ولي كمساليهو يعني ويجري فيها الأنهار بيلو يعني إلا أدبر داقيسة أو اللي دابر اللي يعني اللي دايقنه دابر صفة دهبو دايقنه كمساليهو ما لأدبرت الدامساس ندت واركيت كا كل هاي كلا ندبديت حدار وقادم وبرور لقبا بيلو كمساليهو روريت نديقبك ما قلع عقل لقبا بيلو وكمان ما ينحدد يبو نهر محادات ما ينحدد يبو ما ينحدد يبو قليت لقبا بيلو أو يبعث من مدى من آبائنا وكمان يعني من أبونا لجيسو لحلفو بدير لما موتو منهم حيقنه أو يبعث من مدى من آبائهم حتى يشهدوا بأنه رسول الله يعني أو مننا بدير لما موتو لحلفهم لأنه بدير لما حيقنه أو ما هي اللي دابر ذهبو دايقنه أو ما هي اللي أدبر كل ندو الكيكاها لمدرنا قادم لقبا وما يليهر ديبو وما يليهر ديبو وما يجف ديبو نستفيد وليك لك بيلو لكن الله سبحانه وتعالى رده ديبو بيلو الله سبحانه وتعالى ديب سورة ديب سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن للرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسول إلا أنتم لا تقول لكم كل تؤمنوا بإله الله سبحانه وتعالى بقية طيب إليهم يقول لي قد رجاء أنا بشار أنا بشار رسول أنا كم سأله بإله الله سبحانه وتعالى وقد أبدأوا رعبتهم في الإسلام إذا أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم بما اقترحه وقبيله للبعم تأمن قبي هنا إسلام أتى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها فدع الله أن يريهم ما طلبوه ورجاء إسلامهم فجاءه جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم ربيه ادعاه يعني يرجو يعني إذا أخذوا 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 مقتدر الله قادر على كل شيء ممكن إبادة والنبي صلى الله عليه وسلم بلا فقال بل باب التوبة والرحمة باب التوبة والرحمة الحيث ويا ربي ديب توبت وديب رحمة وفقنا ويا ربي ديب توبت وفقنا وبرحمة كشمالنا فلما اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنزل الله عليه جواب مقترحة المشتكين فقال له نبي الله رب العالمين وإلا بلا النبي صلى الله عليه وسلم لا تمروا البره لو كلهم أجمل يقولوا الله سبحانه وتعالى ووحي من ربه ما طيب قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قل سبحان قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أنا بشرا أنا رسول أنا فقط لا شاء لو ودي رب العالمين تتوبوا وأستغفر بإنما النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى قل لست أقدر على إحداث الخوارق والإتيان بالمعجزات لأن القدرة على ذلك أمر يختص به الله سبحانه وتعالى وهو منزه ما أن يكون له شريك في قدرته وإنما أنا بشر كما أنكم بشر فلست أقدر عليه كما أنكم لا تقدرون عليه وإنما الذي امتزت به فيما بينكم هو أنني رسول يوحى إلي وأنتم لستم برسل وليس يوحى إليكم فالذي طلبتموه من الآيات ليس في يدي ولا تحت تصرفي وإنما هو إلى الله عز وجل إن شاء أظهرها لكم ويؤيدني بها عليكم وإن شاء آخرها عنكم وفي ذلك كمسلحة لكم لإنتم لطلبكم بدنا يا رب العالمين وقدراتنا يا رب العالمين لهم متصرف ديبا كون كله لهم مدبر كون كله رل العزق لهم أحيي كل شيء لودي وإذن ربيته من لحدنا فزا قلكم الله سبحانه وتعالى قادرته كم يفا يكون ومن لحد الأخر قلكم وهذا بتأخير هي يعني وقد أكد هذا المعنى في سورة الأنعام فقال قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون مكفد منه الآيات ما أعطوهم من قبل كمان عناد ومكافرات بعد وعدو أي أن الأنبياء والرسل ليسوا بالذين يأتون بالخوارق والمعجزات وإنما الله سبحانه هو الذي يأتي بها وهو إنما يظهرها على أيدي الأنبياء والمرسلين تكريما لهم وتأييدا وإثباتا لنبوتهم ورسالتهم لا معجزات ولا خوارق لا حاجات لا مستنكر لا يتقبي لا يهليت عقل ليل السور بشر لا يودي لودي الله سبحانه وتعالى أدنكون بشر يكون لكن بإثباتا للعنبياء ودي تشريفا وتكريما لهم بسببهم وتوقتهم وبه قبيهم ودي الله سبحانه وتعالى تكريما وتشريفا لكن لقادر لمتصرف لأمر لناهي لأمر كل من أول ديبال آخر ديبال لقبل الله سبحانه وتعالى أتلعنه مالك الملك رب العالمين وعلى كل شيء قدير رب العالمين ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لو أراهم وأظهر لهم ما طلبوه من الآيات لا يؤمنون به مع كونهم قد أقسموا بالله جهد إيمانهم ليؤمنون به يعني والله سبحانه وتعالى آمرت الله سبحانه وتعالى رغم أنتم آمنوا الله سبحانه وتعالى إلا آيات من لزهر أقول لهم من ريون تو آمنوا لكن الله سبحانه وتعالى عالم بقدرته أنه لهم سبقوا لهم لا ما آيات أقول لهم من قبي بعيد معجزات لحده قلمي دي بعناده دي مكابرة على إنسان هيني هو معانده ومكابر قبي الحقيقة ندلل إيه لتحسيه ولا قبيل سنليت ندلل أمنه لتعوامنا ولا حق ندلل إيه لأبيه ولا ما ندلل إيه لتحسيه اللي هي عناد ومكابرته لشان كده الله سبحانه وتعالى بيلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم لا يؤمن ولكن أكثرهم يجهلون سورة الله عامة الله وقال ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا والله سبحانه وتعالكم سئل لي لعجاز كفالأخرهم منهم ومهل الدباني يتم ومودوك إن بيانا أقولهم دي بألا سورة الله دي بسورة الرحضة دي بسورة الأنعام وفي ثنايا مثل هذه الآيات أشار الله تعالى إلى سنة من سنانه الله سبحانه وتعالى هي يعني من سنان من سنانه حتى سنان أظهر دي بالآيات إلا إشارات وعلامات وآيات بيانا وهتهي يعني أي أن وهي أن القوم إذا طلبوا آية معينة أي قوم أي فئة أي ملة آية طلبوا من قبل من رب العالمين ثم لم يؤمنوا بها إذا جاءتهم فإنهم يهلقون ولا يمهلون يهلقون ولا يمهلون يهلقون ولا يمهلون آية طلبوا من قبل من رب العالمين إعجازوا ربه وديقوا لهم ويآمنوا بها هلاكم الطهم وسنة الله لا تتقير ولا تتبدل سنة ربه يعني يتقير ويتبدل وقد علم الله أن معظم قريش يؤمنون فيما بعد معظم قريش يؤمنون فيما بعد الله سبحانه وتعالى بعلموك القيب أمر على فلذلك لم يأتي لهم بما أقترحوه من الآيات الخاصة التي مدى ذكرها قريبا والجلاب الله يعني الله سبحانه وتعالى الآيات لطلبوا الثهاجين نضيبه قبل شوية ديب شارح الأول حتى آياتي أمت أغلم يؤمنون الله سبحانه وتعالى أمر على أبهتهم لنيتهم وبنيتهم وديب لكل سامه لنا إن شاء الله ديباح لأرحمتي شاق القمر ديبا ننتهاجيتو أسر ديبالهام بطيح دحنو أمان حدكوكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة